أفد مراسل التلفزيون العربي في عدن أن القوات الأمنية سيطرت على ميناء المعلى بمدينة عدن جنوب اليمن عقب الشباكات عنيفة مع عناصر مسلحة لم تحدد هويتها كانت قد طوقت الشوارع المحيطة ببوابة الميناء وأوضح مسؤول في إدارة أمن عدن أن الشباكات الدائرة في مدينة المعلى جاءت بعض سيطرة مجموعة مسلحة على البوابة الغربية للميناء ورفضهم تسليمها إلى قوات الأمن المكلفة باستلامها من قبل الحكومة